بسم الله الرحمن الرحيم نحب نقوله للجميع وأن الهيئة مزالت بسدد تجميع النتائج وصلنا إلى حدود 85% من عملية التجميع لكن تعرفوا أن الهيئة لما تعلن عن النتائج فإنها تعلن عنها بصفة رسمية وبالتالي المسألة متواصلة وإن شاء الله غدوة في ندوة صحفية نصف نهار نعلن لكم صفة واضحة ونهائية عن النتائج الأولية بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نحب نقوله هو أن تقريباً عن 80% من هيئتنا الفرعية قد أتمت العمل المتاحة وأحالت إلينا محاضر التجميع بعد متابقتها ما بين العبد الآلي والعد اليدوي العملية تسير بسرعة عادية كل محاضر الخارج وردت إلى الهيئة ونحن بسدد استكمال تقريب العملية التجميع في ثلاثة هيئات فرعية كما قلنا إن شاء الله غدوة نصف نهار نعتيوكم صورة نهائية النتائج الأولية لانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لكن خيرنا أن نخرج بحديكم في ندوة صحفية للاستجابة لتساؤلاتكم أو تساؤلاتكم تفضل نصف قانوني استندتم للإدلاب هذا التصريح السؤال الثاني الهيئة العليا الاتصال السمعي البصري الهايكا كانت حذرت في بيانا لها صادر مساء اليوم من وجود مراكز الضغط أو ما يسمى بمراكز الضغط المالي والحزبي في بعض وسائل الإعلام بلغنا أيضا أنها رسلتكم عن وجود جملة من الخروقات لبعض وسائل الإعلام بما في ذلك محسوبة على مترشح معين كيف ستتفاعلون مع تقرير الهيئة خاصة أنها من جهتها كهيكا قامت بتخطيئة بعض وسائل الإعلام وأنتم سيد رئيس الهيئة تحدثتم عن ما يسمى بالتمويل المقنع فيما يتعلق بالإشهار السياسي في بعض وسائل الإعلام سؤال أخير شخصيا لا أشكك في استقلالياتكم كهيئة عليا مستقلة للانتخابات ولكن كثيرا الحديث عن وجود ما يسمى بالأضغطات السياسية كما جلس هيئة تعليقكم على هذا شكرا 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 hier vous nous avez dit que les jeunes s'étaient très peu mobilisés est-ce qu'en fin de journée votre appel a été entendu, merci Merci بالنسبة الخولة ومسألة الحكم البيت على أي مرجعية قانونية نحب نقول لك وأنه في المسألة هذه بالذات ما فماش نصوح حتى الفصل 143 لما أشار لمسألة يعني المرور للإعادة الترتيب فإنه أشار في حالة ما إذا تم ارتكاب مخالفات في فترة في فترة الحملة الانتخابية وقدرت الهيئة أن تلك المخالفات كانت حاسمة وجوهرية في تغيير النتائج فإنه الفصل 43 يخول الهيئة أنها بالنسبة للانتخابات أنها تلغي النتائج وعطا حكم بالنسبة للتشريعية وعطا حكم آخر بالنسبة للرئاسية بالنسبة للرئاسية يقول الفصل 143 إعادة الترتيب الحالة التي ترحت لو صدر حكم بيت لهنها وضحنا وأنه بالنسبة للعملية الانتخابية راهو ما نحكيوش على حكم بيت في المدة في مدة القضاء العدلي متعلقة بعقوبة عادية بل نحكيوه أنها تكون عقوبة استثناء عقوبة عقوبة على معنى الفصل خمسة من المجلة الجزائية تكملية تقضي بالمنع من حق الترشح والتي هي أيضا إلى حد الآن غير وردة نعرفه أنه مسألة الدورة الثانية تكون في 15 يوم من الأعلان النهائي عن نتائج وبالتالي راهو نحكيوه في فرضيات هي حقيقة غير وردة لأقوع أما سؤالك وهو سؤال دقيق مسألة المرجعية القانونية فأنا نقول لك أنه القانون الانتخابي لم يعطي إجابة واضحة إلا ما جاء في الفصل 143 في علاقة بإعادة الترتيب في الانتخابات الرئاسية وبالتالي السؤال واقعيا غير وردة الإمكانية اللي نحكيوه عليها متاع صدور حكم بيت على معنى الفصل الخمسة وراهو صورة واقعيا اليوم غير وردة بالمرة تقرير الليكاء وأوجود مراكز ضغط مالي وغيره هذي ما عنديش منش أنا بش نعلق على تقرير الليكاء في الناحية هذي لكن في علاقة بي ما ما لاحظته الأيكام من تجاوزات أحالت علينا بعض هذه التجاوزات في تبادل تقارير وجدنا تقارير من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وأحنا توديجا كنا في مجلس منكبين على المسائل المتاع الحملة بمختلف تفاصيلها لأن الحملة تشمل أكثر من من وسائل الاتصال السمعي البصري وأنه التسع عذالي موجودين قديمكم توا يخدموا باستقلالي وحيات ولا يمكن الضغط عليهم سياسيا بأي شكل من الأشكال بالنسبة للتخانجداج بشيكون فرما إن شاء الله إحسائيات انقدموهي لكم بالتخانجداج وأيضا بنسبة مشاركة المرأة والرجل ويبدو أنه تحركت الأمور يوم أمس في آخر ساعة وسجلنا حضور محترم من طرف الناخبين والناخبات ونتصوروا أنه النسبة كنا نتمنيهها خير من هكا لكنها مقبولة نسبة 45% المخالفات وكيفيش نجم تسقط معنتها بالنسبة للمخالفات تقديرها والأثر المتاح على النتائج الحكم القانوني في هذا الإطار هو بتبيع الفصل 143 والذي هو بدوره مستمد من فقه قضاء المحكمة الإدارية منذ سنة 2011 والذي قالت في حيثياتها بصورة واضحة في رقابتها على القرارات متع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأنه لا يمكن للهيئة أن تغير النتائج بإلغاء نتائج الفائزين إلا إذا شرط أول ثبتت المخالفات شرط ثاني أن تكون قد أثرت بصورة جوهرية وحاسمة على النتائج ومعايير التقدير منتع الأثر بصورة جوهرية وحاسمة يكون عموما بالنظر إلى المخالفة في حد ذاتها ولكن أيضا في علاقتها بالنتائج الواقعية وخاصة معيار القرب ما بين الأصوات المتحصل عليها ما بين اللي عمل المخالفة وما بين من تضرر من المخالفة يعني نحسب الفارق في الأصوات ونشوف هل إنه المخالفة هذيك لو لم تحصل كانت ستكون لنا نفس النتائج أم لا فالتقدير متع المخالفات في المادة الانتخابية وفي تأثرها على النتائج يختلف تماما عن المعيار متع وجود مخالفة يساوي عقوبة هذا مش موجود بالنسبة للمخالفات الانتخابية بالطريقة هذية هذي موجود في المادة الإدارية العادية ولا في المادة الجزائية العادية بالتوازي ولكن في الأثر على النتائج نشوف المخالفة ومدى تأثيرها هل لو لم تقع تلك المخالفة كنا سنكون لنا نفس النتائج أم لا إذا كانت الإجابة بنعم ستكون لنا نفس النتائج فنحن لا نؤثر على النتائج ولا نغيرها عسلمة مبروك أخذير مرسل قناة دي دابليو في الحقيقة بالتواصل مع مسألة المخالفات منظمة أيووتش نشرت اليوم أن هناك من المرشحين سيما من بين المرشحين الأولين إلى حد الآن في التصويت من تجاوز عتبة المصاريف القانونية في حملاته الانتخابية وبالتالي نحن اليوم أمام حقيقة أن هناك مخالفة في مسألة المصاريف سؤالي دقيق هل يمكن أن تكون هذه المخالفة بوابة من أجل إسقاط بعض القائمات للمرشحين الأولين في التصويت أقصد هنا بالتدقيق نبيل القروي الذي تجاوز عتبة المصاريف في الحملات الانتخابية مع الشكر هذه الحديثة من وكالتونس فريقة لمبا سؤال منح النتائج الحالي قربنا لثمانين في المياه يعطي سيناريو كونه فما مؤزوز مرشحين معناه مؤهلين للدور الثاني هل هيئة معناها بدت تستعد للدور الثاني أم لا تفضل فعلا حصلت تستحق إسقاط قائمات بقطع النظر على من كان وراء هذه حاجة أخرى بربي مش سؤال هذا طلب لاتيف متما متعاونين معانا سينابيل أحنا ممثلي الصحافة الدولية الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بدأت بالفعل عشية الانتخابات الرئاسية أحنا الصحافة الدولية دورنا مهم جدا ومتعاونين معانا بركة لو فيكم لكن نلقاور ويحنا اليوم مع ناش أكسي للمرشحين للانتخابات التشريعية من نجموش نعمل معام حوارات لأن القانون يمنع فإحنا نلقاور ويحنا الحملة بذات وكنا في الانتخابات الرئاسية من حقنا ظهر لي إحنا باش نعملو فنعاولوا على تفاهمكم بالتنسيق مع لهذا لأنه مش معقول وسائل إعلامة دولية مقيمة في تونس وساهمت في الانتقال الديمقراطي وقت قال لي السود من تعبر وسائل إعلام محلية مع احترامي الجميع زملائي تتجرأ وتقول كلمة حق فنحن نطلبوكم بكل لطف أنكم تكونوا متعاونين معنا شكرا 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 بس هم حمدي من حقا يا اخر سينابيل فما مرشح أمس اعمال الجولة في شرحب بورقيبة هل الجولة هذه تعتبر كسر للسمت الانتخابي وفي سورة اعتبارها كسر للسمت الانتخابي هل يمكن إسقاط نتائج جزئية أو كلية لهذا المترشقة ترجمة نانسي. ثم عليش خليتونا نص نهار غدوة في حين أنه كان من المفروض وكنا نتوقع أنه بش نواسل في نفس الريتم كل ساعتين كل ساعتين ونص بشتعطونا جديد في تجميع الأرقام هذية لأن الناس كلها اليوم تستنى في الأرقام هذية ونص نهار غدوة من المفروض تكون نتيج حذرته وكملت من نص الليل تقريبا. شكرا. أمال أهلالي موقع الجزيرة سؤال يتعلق برزنامة دور الثيد من الانتخابات الرئاسية هل يمكن أن يتزامن مع الانتخابات التشريعية وبحال تزامن ماذا أنتم فاعلون؟ شكرا تسمحون نجاوبوا على الأسألة هذي ومبعد نواصلوا كنت حبوا شكون سيانيس طلبت كلمة أفضل لي نحب نعرج على بعض التقارير اللي ذكرتوها فيما يخص أنه تجاوز سقف الأنفاق شوف رأوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الهيئة الوحيدة المخاولة أنها تنظر في موضوع المخالفات في الحملة الانتخابية وفي موضوع تمويل الحملة الانتخابية يقول القايا المللوية شرمينا وحطينا 1500 مراقب حملة وناس مكلفة بالمالية في كل الهيئات الفرعية ومدونا بالتقارير مفصلة حول الموضوع برك الله فيهم المنظمات هذه وبعض الهيئات كما هيئات مكافحة الفساد ممكن يعاونونا صحيح أما راهم هونش مش يخذه هم القرارات في بلستها وهنا نحب نعاود ونأكد على استقلالية الهيئة ومنحبوش هالضغوطات والتلميحات من اللي مين ومن اللي يصار فمع بيت أصلا افضرت من بعض التصريحات ومن بعض المنظمات يزي اللي يصار خليوا الهيئة تخدم على روحها وهالتأثيرات الجانبية كما قال عليها السيد رئيس الهيئة نحاول ونبعد عليها السلطة عند ليزي وانتهى شكرا بالنسبة للتمويل وتجاوز صقف التمويل كنا استدعينا يوم السبت الفارض كافة الوكلاء الماليين وعملنا رقابة على الحساب البنكي الوحيد متاحهم وطلبنا كافة الوثائق المثبتة للمصاريف متاحهم هذا بخلاف الرقابة اللي قوموا بها العوان بتاعنا ونحب نزيد نأكد راه الرقابة على التمويل في جزء كبير منها رقابة لاحقة لدى دائرة المحاسبات وفي صورة تجاوز الصقف بمثلا 25 بالمئة هو منك عقوبات مالية لا يتم اسقاط أي قائمة أو ممثل أو مترشح إلا إذا تجاوز صقف التمويل بـ 75 بالمئة ونحب نزيد نأكد راه رقابة على التمويل اختصاص حصري لمحكمة المحاسبات وهي رقابة لاحقة بخصوص الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية هناك ثلاثة احتمالات احتمال أول في صورة أن الهيئة تصدر قرارة الأولية يوم غد ولا تكون هناك طعون من المترشحين في هذه الحالة بطبيعة الحال ستكون الدورة الثانية يوم 29 سبتمبر في آخر شهر في الاحتمال الثاني وجود طعون لكن تكتفي هذه الطعون بطور ابتدائي فقط دون المرور إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في هذه الحالة يكون هناك تزامن بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية لماذا التزامن؟ لأننا في وضعية قانونية تفرض على أجراء هذه الانتخابات في ظرف 15 يوم منذ الإعلان على النتائج النهائية الاحتمال الثالث بطبيعة الحال هو في صورة وجود طعون مع مرورها إلى الجلسة العامة يعني ابتدائي ومرورها إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في هذه الحالة تكون الدورة الثانية يوم 13 أكتوبر إذن ثلاثة احتمالات نراقب ونتابع إن كانت هناك طعون أم لا حتى نحدد الموعد النهائي للدورة الثانية مرحبا بالنسبة للسؤال قال ماذا أنتم فاعلون ماذا نحن فاعلون سنذهب لتنظيم دورة ثانية وهذا يفرضه القانون هذا واضح إذا كذلك ماذا نحن فاعلون فما بالنسبة لي قالت كيف ستتخذونا إذا أنتم أخطأتم نحن لم نخطأ ما نقال أننا أخطأ هذا به به شكل لك يعني التحليل هو 45.02% هي نسبة المشاركة يعني النسبة المشاركة لو كان نظمهم التصحيح يعني في الداخل 45.02% في الخارج 19.7% يعني المعدل الإجمالي 43.6% في الإجمالي بالداخل والخارجي ولي 43.6% نسبة المشاركة وهذه نسبة مشاركة قال سيد الرئيس أنها نسبة معقولة عدة أسباب هو أنت قلت أنت ترين أنها غير معقولة وهو غير منطقي وضعيفة هذا سميته خطأ ربما هو خطأ لكن نحن نرى أنه عدة عوامل ساهمت في هذا الرقم ولذلك سنحاول الجميع شركاء أحزاب ومنظمات وهيئة أن نتذارك هذا الموضوع وندرس لماذا هذا الرقم من كفاء صحافة دولية أوكي بالنسبة للصحافة دولية مرحبا بيك أنا نعرفك سيطارك صحافة دولية مرحب بها لكن رهو فما رؤساء الحملات هم اللي عندهم أسماء المترشحين ونحن أنزلنا قائمات لحزاب المرشحة وكل هالقائمات المرشحة لانتخابات تشعية يعني بمجرد الاتصال بكل قائمة يمكن يعطوك أسماء المرشحين لكن مع ذلك يعني نحن القانون هو يحرم علينا أن معطية شخصية نعطيكم أسماء أو بعض الواحد المترشحين لكن هذا عملناه في الانتخابات البلدية ومكننا بعض الصحفيين من أسماء المترشحين يمكن سندرس هذا الموضوع سنمكنكم من أرقام أو من بعض المترشحين التواصل معهم لما أسعاد لنا فهمتنيش الحملة الانتخابية في العادة نحن نعمل حوارات عادية مع المرشحين لكن تزامن الحملة الانتخابية مع صمت الانتخابي خلينا نحن معناش أكسي لأنه ممنوعين الصحافة الدولية أثناء الحملة الانتخابية لكن الصمت الانتخابي هناك إجراءات تحدثة عن الهيئة لخلال الصمت الانتخابي يومين فقط اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع ويوم الاقتراع يعني اليوم ما الذي ملعك هذا بداية من اليوم في التواصل مع المترشحين واضحات الحق بتبع نعرف أن القانون المرشحين واضح نكونوا واضحين بالنسبة للصحافة الأجنبية عيشكم القرار المشترك واضح بالنسبة للصحافة الأجنبية نعرف أنه صحيح فيما إشكالية عليش على خاطر المطالبين أنكم تعطيو الشانس لناس كل كيف كيف وهذا مشروط في شسمها في القرار المشترك ومتاح للتونسيين بالخارج استعمال الإعلام الأجنبي في تونس في الداخل فما صعوبات هذي منجموش نشوفها تورا نعرف أنه فما تقلق كبير من الصحافة الأجنبية الموجودة عنا ونحن نرحب بهم لأنه قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة معنا لكن القرار المشترك منجموش نبدل في حتى وهو قانون من التغتية من حقكم أما أنا نحكي إذا كان أنت بيش تحكي بيش تستضيف مترشح وإلا بيش تعمل دعاء قولوا استضافة فإنه لهن بالنسبة للقرار المشترك واضح وهذا يقرار المشترك متأتم القانون بالنسبة للصحافة الأجنبية نعم فمت ممنوع لي وانا واضح ممنوع لي سوفين ممنوع لي مشي نص واضح معمو ممنوع سمحني سينابيل يعني أحنا اليوم محرومين من أنه نعمل حوارات مع 15 ألف مترشح في الانتخابات التشريعية ألف وخمسمائة قائمة يعني بالحق رأي لابد من إعادة النظر في المسألة هذية اليوم ما عندناش أكسي أحنا لخمستاشن ألف شاب وشابة وإلا مترشحين في الانتخابات التشريعية الي هو بالحق رأي أو كي قبناها في الانتخابات الرئاسية لأنه عنا 26 مترشح فقط ولكن في الانتخابات التشريعية إذا آلاف المترشحين وما عندناش الحق نعملوا معاهم حوارات راهوا حيف كبير وظلم كبير وما هوش معقول أنه أحنا نكونوا محرومين من أنه نعملوا معاهم حوارات يعني بالحق لابد من أنه أنتم كهيئة تحاولوا أنكم تدزوا معنا في إطار أنه القانون هذية ما هوش منصف بالمرة يعني البحث عن إنصاف المترشحين في ظلم ظلم الصحفة الأجنبية راهوا بالحق يخلينا أحنا فيما طب أنه نعملوا خروقات لأنه من حقنا أنه نحن نوصلوا للناس هذوم المترشحين في كل شبر من مناطق الجمهورية بشنا عمروا معاهم حوارات 26 يتعدوا أما 15 ألف ولا أكثر مترشح من نجموش راهوا من عطيوهم شل كلمة ومن خدموش معاهم مع الشكر إذا أنتم تحاولوا إنكم أنتم تشوفونا مخرج في ظل هذه الظروف شكرا لك لكن نحب نوضع حاجر المسألة هذية جيت في القانون الانتخابي وحد ومن بعد جيت في القرار في القرار المتعلق بضبط وتنظيم وسائل الإعلام في تر الحملة ثم في القرار المشترك بالنسبة للقنوات بالنسبة للإعلام الأجنبي في تونس أنك تغطي حملات ممكن أما أنك تعمل لقاءات أو حيوارات مع مترشحين تنجم تعملها لا تبثيش في الحملة لا تبثيش في فترة الحملة هذا النص القانوني السري بي السري مفعول اليوم أسمعني إيجا نقول لك ليه عندك الحق عندك إيجا نقول لك أسمعني ساعة هذية جاء جاء أنت لقى من المرسوم عدد 35 في سنة 2011 ومبعد تعود في القانون الانتخابي سنة 2014 أحنا لنقولوه أحنا كهي أواعين به المسألة هذية أعليش تنقلكم على شوائم